يا الله والله بالجميع معكم الوجيه أهلا وسهلا عزيزي الوجيه نورت وأنست يا أخي أنا عندي سؤال إنت عندك مشكلة في الذاكرة تنسى أحيانا ما قدر ألومك صراحة لأيام هذه يدوبك الواحد يركز بس أكثر من خمسين في المئة من اللي تابعون فيديوهاتي مش مشتركين يا عباه آه والله يا عباه بس أكرر أنا متفهم وضعك وعارف إنك مفهي وناسي هيا أبلنا اشتراك وفعل جرس التنبيهات لأنه اللي بيننا أكثر من كذا ما ينفع تتابع الفيديوهات وإنت مش مشترك وترى لما تضغط على زر اللايك الفيديو ما رح يخرب توازن قوى العالم يعني إذا عجبك الفيديو عادي ترى تحط لايك ما فيه شيء وإذا ما عجبك حط دس لايك إتس فاين ألمم عزيزي الوجيه ما لك في الكلام الكثير خلينا ننطلق ونروح نشوف ويش أخبار هوليوود هذا الأسبوع أوه صاح نسي تذكرك مواقع التواصل الاجتماعي تبعي والدسكورد وتويتش وكمان قناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية كلهم موجودين في صندوق الوصف هاي شد لحزامك وخلينا نبدأ لاتس كو جون بيفرو يا جماعة وبعد فترة طويلة من العمل مع ديزني وغير ديزني وبعد سنوات طويلة من العمل ككاتب ومنتج ومخرج وممثل قدر أخيرا أنه يحصل على نجمة خاصة في ممشى مشاهير هوليوود طبعا اللي ما تعرفونه يا جماعة أنه النجمة هذه يندفع عليها رسوم بواسطة الممثل أو الشركة التسويقية أو مدير الأعمال تبع الممثل أوين كان أوكي أنت حتأخذ نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود بس حتدفع حوالي خمسين ألف دولار أمريكي علشان اسمك يخلد في أراضي هوليوود إيش كنت متوقعين الموضوع بلاش ولا كذا فلا لا أكيد عليه رسوم عموما يستاهل جون بيفرو للأمانة ممثل رهيب واحترم واحبه صراحة جون ويك الجزء الرابع يا جماعة رسميا خلاص تم الإعلان عن مدة الجزء الرابع زمان أعتقد والله أعلم ما كان دقيق الرقم أو على أقل كانوا يقولون أنه بيكون أطول فيلم من أجزاء السلسلة ولكن الأسبوع هذا يا جماعة قدرنا نعرف المدة الرسمية للفيلم واللي راح يكون أطول أجزاء سلسلة أفلام جون ويك الشهيرة بمدة تصل إلى ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة بالضبط أوكي أنا أحب جون ويك صراحة وأستمتع بمشاهدة أفلام جون ويك بس وربي ساعتين وتسعة وأربعين دقيقة مرة كثير إن شاء الله بس ما يكون فيها حشو تمطيط مال ولزمة ولش بيسوه بالساعتين الثلاث ساعات إلا شوية هذي ش بيسوه فيها سويا يا جماعة فاكرين الخبار الماضية قلت لكم أنه جيمس كاميرون قدر يحقق لشركة الإنتاج أرباح 2 مليار دولار وحاجة عن طريق فيلم أفاتار الجزء الثاني أو أفاتار The Way of Water فاكرين يا سلام عليكم طيب هل سألتم أنفسكم يا ترى كم نصيب جيمس كاميرون من المليارين هذي وشو تحسب المليارين حقته صاحي وين حقته يا بوي شركة الإنتاج قاعد تتخذ الفلوس هذه كلها المهم يا جماعة قبل فترة قدرنا نعرف كم راح ياخذ جيمس كاميرون من الاثنين مليار هذي ونصيبه راح يكون بالضبط 95 مليون دولار أمريكي يب حوالي 100 مليون دولار إلا تكة عاد لو زادت أرباح الفيلم برضو راح يزيد هذا الرقم بالمقابل قلت لكم يا عيان خلونا نسوي لنا ستيديو نسوي أفلام عالم صناعة الأفلام فيه فلوس فيه فلوس كثيرة التريلر الرسمي يا جماعة الأول للفيلم المنتظر من عالم DC The Flash وصل ويا له من تريلر ويا له من شيء فعلا يدعو للحماس ويقول لك اتحمس تريلر يا جماعة كشف لنا أشياء مرة كثيرة ومهمة وكان فيه مفاجآت جدا جميلة ورهيبة راح يكون فيه أكثر من باتمان في فيلم The Flash هذه المفاجأة الأولى روح شوف بنفسك مين هم الباتمانات في حالك ما شفتهم علشانش تتفاجأ يعني زي ما أنا تفاجأت ورح يكون فيه أكثر من فلاش برضو ورح يكون فيه سوبر جيرل بدل سوبر مان والأحلى من هذا كله يا جماعة والأجمل اللي هو قصة الفيلم راح تتمحور حول السفر عبر الزمن والأكوان الموازية أو التنقل بين الخطوط الزمنية ومن هذا الكلام بيعرف أن السفر عبر الزمن والخرابيط هذي جوي عموما يا جماعة شدوا عزمتكم الفيلم قادم إن شاء الله في 16 جون هذه السنة يعني تقريبا بعد أربعة أشهر ياس راكرين بارني يا جماعة بالله من جدك يا وجيه مين ينسى بارني هذا اللي كذب علينا أكبر كذبة في التاريخ I love you you love me كيف تبغانا ننسى أحسنتم كذابل بنفسك هذا المهم يا جماعة أحب أقول لكم أنه راح يتم إنتاج سلسلة أنيميشن جديدة للشخصية هذه ورح تعرض غالبا سنة 2024 مين راح يشوفها؟ أنا من يعرف أكيد الجيل الجديد أجل أنه وانت يا فالح وحوالي ثلاثة شهور يا جماعة تفصلنا عن الجزء العاشر للسلسلة الشهيرة Fast and Furious أو السرعة والغضب عاد موضوع حلب ولا مش حلب والكلام هذا إحنا خلصين منه من زمان ولكن اللي لازم تعرفونه يا جماعة وسبق وذكرته زمان إنه هذا الفيلم العاشر للسرعة والغضب ميزانية راح تكون 340 مليون دولار أمريكي وغالبا شركات الإنتاج ما تعلن عن أرقامها بهذه البساطة إلا لو كان عندها شيء جدا قوي راح تقدمه للجمهور أو على الأقل شيء مرضي وبيخليهم يمبسطون وبشكل عامي جماعة السرعة والغضب بغض النظر عن التقييمات أقل أفلامهم وأسوأها يجيب أقل شيء 700 مليون دولار وهذا إن دل على شيء فهو يدل على إنه هذه السلسلة لها جمهور جدا يعشقها ومهما كان مدى سوء الشيء اللي تقدمه أو روعته وجماله راح يجيبون فلوس بطريقة أو بأخرى عموما كلها ثلاثة شهور يا جماعة ونشوف الفيلم في صلاة السينما وتقدرون تشوفون إعلانه الجديد موجود على اليوتيوب كمية كذب وخرش شيء مو طبيعي في التريلر وبالحديث عن السرعة والغضب يا جماعة يقول فين ديزل إنه يتمنى إنه يضم الممثل روبرت داوني جونيور ويخليه ينضم للجزء الأخير من سلسلة أفلام السرعة والغضب يوما ما بل إنه قال إنه عنده فرصة مناسبة ودور مناسب جدا لروبرت داوني جونيور في الفيلم فهل يا ترى بنشوف روبرت داوني جونيور في عالم السرعة والغضب يوما ما ولا لا أنا عن نفسي أشوف إنه روبرت داوني جونيور يصلح في أي عالم ورح يقدم دوره على أكمل وجه بس جربوا تقنعوه يمكن يوافق زوي سارلدانا يا جماعة وبعد مشاركتها في أفتار الجزء الثاني هي شاركت في الجزء الأول طبعا وكانت واحدة من أبطاله وشاركت كمان في أفلام أفينجرز وسلسلة أفلام غاردين وفي غالكسي بكذا يا جماعة صارت هذه النجمة مشاركة في أكثر الأفلام تحقيقا للأرباح حول العالم يعني شاركت في فيلم أفتار الأول وجاب 2 مليار و900 مليون دولار وشاركت في أفينجرز إند جيم وجاب 2 مليار و700 مليون دولار والسنة هذه شاركت في أفتار الجزء الثاني وجاب 2 مليار و200 مليون دولار أنا عارف الحين صابك فضول أوف يا وجيه شكل البنت بطرانة أكيد جابت فلوس كثير كم ثروتها بالله أصدمنا فاجئنا أكيد 100 مليون يا وجيه لا طب 75 مليون برضو لا أم الكام يا وجيه البنت أفلامها جابت مليارات الدولارات كم يعني ثروتها أخلص علينا أحب أقول لك عزيزي الوجيه أن ثروت هذه الممثلة المسكينة هي مش مسكينة في عرف البشر الطبيعيين بس في عرف هوليوود هي تعتبر يعني حاجة عادية ثروتها تقدر ب35 مليون دولار وأفلامها جابت أكثر من 6 مليار دولار ديم يبغى لها مدير أعمال صاحي غير كذا رح تظل عالقة في الرواتب المنخفضة هذه وما تعرف تستغل مكانتها وقيمتها داخل هوليوود يعني لو طيح له في مدير أعمال كويس سنة واحدة ويصد عندها 100 مليون بالراحة بحكم أنه سلسلة أفاتار كمان لها أفلام قادمة ويتكون هي جزء منها شغل موقعك وشوفي لك مدير أعمال صاحي ويقول مؤدي شخصية كانغ الغازي يا جماعة في عالم مارفل أو الشرير الجديد في عالم مارفل أنه يتمنى عودة آيرون مان في الجزء الخامس من أفينجرز بعد كم سنة يعني علشان يتواجه هو وياه في معركة ويشوف مين فيهم أقوى آيرون مان أقوى ولا كانغ الغازي أقوى أخويا كانغ ترى أنا مرة متفهم حماسك ولهفتك في دخول عالم مارفل السلمائي وتكسير أم الدنيا أول حاجة ترى آيرون مان مات فلا تشغلنا رجعوا ما رجعوا ثاني حاجة ترى آيرون مان شوية بشري وعنده تكنولوجيا متطورة ماهو سوبر هيرو روح ضارب ثور روح ضارب لوكي يقول رجعوا لي كابتن أمريكا سيب آيرون مان فعاله الله يعطيك العافية يوخر يا أخي بس عموما يا جماعة لو فيه فرصة يرجع فيها آيرون مان أنا صراحة بكون مبسوط أهم شيء يكون روبرت داوني جونيور يعني هام وطروع جيبولنا توم كروز ومنعرفه إيش عالم موازي والخرابيطة هذه العقب نيبغى روبرت داوني جونيور وأكيد ما أبغاها تكون عودة عودة وخلاص سيكون له تواجد كبير يعني كذا عودة لطيفة خفيفة وبعدها يفقع يعني كذا يرضاء للجمهور وبالمناسبة يا جماعة فيلم 8 راح يعرض نهاية هذا الأسبوع لا يفوتكم وزي ما قلت لكم أكبر شاشة ممكن تشوفوا فيها الفيلم شوفوا صرحت رئيسة أكاديمية الأوسكار جانيت وانغ وقالت إن العقوبة اللي فرضتها الأكاديمية على ويل سميث بعد ما صفع كريس روك على وجهه كانت غير كافية يب غير كافية أوكي يعني أنا مش فاهم صراحة الأدم يغلط وغلط ومرة كبير ما رح نختلف في هذه النقطة ولكنه طلع ويعتذر ومش مرة ولا مرتين اعتذر مرة كثير وإلى يومنا هذا هو ندمان ويحاول يعتذر من كريس روك شخصيا غير إنه جمهور كريس روك قال بين أمة الدنيا عليه إلى يومنا هذا وكعقوبة له منعتها الأوسكار من حضور حفل الأوسكار لمدة عشر سنوات وغالبا ما رح يقدر يترشح إلى عشر سنوات قادمة واللي أشوفه عقاب جدا قاسي أنا ما نعرف وش نوين عليه بس صراحة أنا أشوف أنه كفاية أخذ عقابه وزيادة وندق على إذنه وصدقوني ما رح عيد هذا الغلط أبدا فمن عارف صراحة التصريح مهر غريب وعلى طاري رئيسة أكاديمية الأوسكار يا جماعة صرحت وقالت يا ممثلين يا مخرجين يا كتاب يا معشر صناع الأفلام يرحم أبوكم اللي يفوز بجائزة أوسكار ويطلع على المنصة يلقي خطاب لا يقعد يحكي لنا قصة حياته على المنصة الله معطيكم 45 ثانية لا تتجاوزوها بعض الناس يطلع على المنصة يهرجو يبكي ويجلس يمرر أجندة ويرقص ويضيع أمه الوقت عندك وقت تحتفل براحتك بعد الحفل وتاخذ لايكات وتفيل أمها لا تقعد تشغلنا نزلت الحلقة الخامسة من مسلسل The Last Office هذا الأسبوع قبل موعدها يا جماعة بيومين أو ثلاثة تقريبا لأنه موعدها كان رح يتعارض مع حدث السوبر بول السنوي في أمريكا صراحة أنا ما أعرف شيء كثير عن السوبر بول هذا ولكن يشاهده سنويا أكثر من 100 مليون شخص وهو حدث رياضي له علاقة بكرة القدم الأمريكية فـ HBO شافت أن موعد الحلقة الخامسة راح يتعارض ويكون في نفس موعد هذه الفعالية فقالت خلونا نقدم موعد الحلقة وننزلها يوم السبت أعتقده والجمعة الماضية احتياط يعني علشان المشاهدات والناس تكون فاضية لنا وصراحة بيني وبينكم خطوة ممتازة وعركة ذكية غير أن الحلقة الخامسة يا جماعة يا لطيف من أقوى وأروح حلقات مسلسل The Last of Us عموما اللي ما تابع الحلقة الخامسة يروح تابعها حاجة مرة مرعبة ومخيفة وتشد العصاب حرفيا المخرج العبقري والجريء والمجنون تارنتينو صرح قبل مدة يا جماعة بأسوأ أفلام تابعها في حياته القائمة طويلة ولكن العجيب أنه من أسوأ الأفلام اللي تابعها تارنتينو طول حياته كان فيلم تينيت وفيلم 1917 17 آه يا راسي أنا بسوي مجنون أحسن والله أقول لكم الناس أذواق يا جماعة سيبوا في حاله خلوا براحة ومخرج كبير ولازم نحتلم أراؤه العجيب يا جماعة أنه في نفس التصريح فصل على أم عالم مارفل ياب تارنتينو فصل فصلة واضحة دي المرة على عالم مارفل وقال إنهم جالسين يرتكبون جريمة في حق صناعة السينما وإنه أفلام مارفل جالسة تسيء لصناعة السينما وصناعة الصورة المتحركة بشكل عام والله أشوف بعطيك وضعية إيش الحقيقة الناس أذواق يا جماعة هو ومارتن سكورسيزي والشيلا خلوهم براحتهم لا حد يزعجهم قولوا اللي تقولوا الأمور طيبة يا أخوان ويار ليفنج إن ذا سين بلانت وبالحديث عن ديزني يا جماعة ياب مارفل ديزني كلهم واحد المهم ديزني أعلنت عن أجزاء شديدة لأفلام أنيميشن جدا مشهورة قادمة تخيلوا يا جماعة إننا راح نشوف جزء ثاني لفيلم إنسايت أوت ياب حلاوة وراح نشوف جزء ثالث لفيلم فروزن يا عيني بنت جود أكثر واحدة بتنبسط وراح نشوف جزء ثاني لفيلم زوتوبيا يا عمري والأهم من هذا كله راح نشوف جزء خامس لفيلم حكاية لعبة أو توي ستوري الله الله على الأخبار الجميلة يا ديزني أهم شي يا ديزني ركزو لنا على الترفيه تمام ركزو لنا على القصص وجمالها وتفاصيلها اللطيفة زي ما تعودنا منكم زمان وبلاش تحاولوا تمررون رسائل ما لها أي لزمة إذا عندكم رسائل حابين تمرروها ترى خدمة البريد مرة ممتازة ارسلوا فيها رسائل اللين يوم القيامة ما أحد بيقول لكم شيء وبرا أحدكم لا تزعجونها في السينما هم شيء وفي الأفلام والمسلسلات وعلى طاري ديزني يا جماعة منصة ديزني بلس خسرت أكثر من 2 مليون مشترك على منصتهم في الفترة الماضية السؤال هنا لماذا وإزاي وشلون وليش نتفليكس تجيب ملايين من المشتركين وهي خايسة ومحتواها خايس وديزني جالسة طير مشتركين هل المشكلة في سعة ديزني بلس ولا محتواهم القليل ولا إيش المشكلة بالضبط أنا مش عارف بس اللي أقدر أقوله لكم شو أدو حيالكم ديزني لأنه عندكم جمهور مرة كبير بس واضح أنكم تحجاجوا وتزبطوا المور تشتغلوا على نفسكم شوية ورح تكونوا من أفضل المنصات وتبطلوا كمان الحركات اللي ما لها لزمة اللي بالي بالكم يعني فيلم فانتاستيك فور يا جماعة راح ينزل سنة 2025 يمكن سبق وقلت لكم هذه المعلومة ولكن المعلومة الجديدة أنه الفيلم راح ينزل في يوم عيد الحب يب عيد الحب أكشن وخيال علمي وابطال خارقين وشطار يا ترى ألو مارفل ليش الناس في الأيام هذي يدور حب وحبايب وفلام رومانسية تروح تنزلهم وفلام أكشن وخيال علمي وسوبر ايرو تستهبلوني مارفل وختاما يا جماعة 17 يوم تفصلنا عن عودة البارتة الأول من البارتة الثاني من الموسم الأخير لأنيمي هجوم العمالقة نعم يا سادة 17 يوم ويعود إيرن نعم يا سادة 17 يوم ونشوف الدك على وين مودينا وعلى أي شط مرسينا الحماس فوق ما تتصوروني أخوان لا وأزيدكم من الشعر بيت في حال لكم ما تعرفون بعد 17 يوم راح تنزل الحلقة الأولى من البارتة الأول من البارتة الثاني للموسم الأخير لأنمي هجوم العمالقة وأتاكم تايتن وراح تكون مدتها ساعة كاملة ساعة كاملة من هجوم العمالقة يا رباه إذا هذا مؤفضل وأحلى خبر قاعد أنزلوا في كل حلقة ومعرف وش يكون صراحة وراح نظل زي كذا ترى باقي عشر أيام باقي خمس أيام باقي يوم بكرة الحلقة ياس عموما يا جماعة كنوا على الموعد وتعالوا على تويتش عشان نشوفها هناك إن شاء الله مع بعض أول ما تنزل لأعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو هيخلك مركز معاه قبل ما تفقع لايك للفيديو لو أعجبك ما أعجبك حد سلايك أمشي تفاعل مع الله يعطيك العافية ولا تقعد كده تتفرج وشايف زر الاشتراك قدامك اضغط زر الاشتراك فعل الجرس الصغير يصير أول ما أنزل الفيديو بعد كده تخش يجيك إشعار أو الوجيه نزل الفيديو وتيجي فهمت الأمور بسيطة يا أخوان بسيطة بس انتوا روقوا أعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو تعالوا تابعوني على الموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش وقناة الإعاب والميمز والقناة الترفيهية برضو راح تلاقوها في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم